رئيس الوزراء يستعرض المشروعات ذات الاولوية في الرؤية التنموية لشرم الشيخ وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعودة نشاط بعض المنشآت الخدمية بكل حزم وعدم التهاون مع اي مخالفات رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد ان الشعب الليبي يطلب من مصر التدخل حالة تجاوز الميليشيات المسلحة سر عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعرض المشروعات ذات الاولوية في الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومسؤول الجهات المعنية وخلال الاجتماع اكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ ووجه رئيس الوزراء باعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن للدولة ان تنفذها كما وجه مدبولي باعداد قائمة بالمشروعات السياحية المتوقفة والتي تحتاج الى تمويل اضافي لكي يتم ادراجها ضمن خطط الاستفادة من المبادرات التمولية التي يقدمها البنك المركزي نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انفوغراف يرصد مدى مساهمة برامج التنمية المحلية في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري والاستخدام الانفل للموارد بهدف تنمية مجتمعات ووحدات الادارة المحلية وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو الجاري وجاء في الانفوغراف انه تم صرف اكثر من 157 مليار جنيه على مشروعات الوزارة والجهة التابعة لها وفيما يخص برنامج واصلات الصرف الصحي المنزلية ابرز الانفوغراف انه تم تنفيذ 73 الف وصل منزلية بتكلفة بلغت 262 مليون جنيه واوضح الانفوغراف ان تكلفة رفع كفاءة وتطور منظومة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بلغت 5 مليارات ونصف المليار جنيه كما اوضح الانفوغراف انه تم تنفيذ كباري وانفاق سيارات ومشاه على مزلقناة السك الحديد الاشد خطورة بتكلفة وصلت 7 مليارات جنيه وعلى صعيد برنامج توفير الطاقة الكهربائية رصد الانفوغراف انه تم توريد وتركيب مليونين وستة من عشر من المليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة وصلت لملياري واربع من عشر من المليار جنيه وبشأن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة رصد الانفوغراف انه تم منح قروض باكثر من 14 مليار وثلاثة من عشر من المليار جنيه كما تم تنفيذ مائة وستة واربعين الف مشروع صغير ومتناهي الصغر وبالنسبة لتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية اوضح الانفوغراف انه تم صرف 140 مليون جنيه لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى الستة في المائة كما جاء في الانفوغراف انه تم توقيع 21 بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة 23 مليار وستة من عشر من المليار جنيه وجاء في الانفوغراف ايضا انه تم تقنين وتوفيق اوضاع 1638 كنيسة ومبنى من اصل 2700 كنيسة ومبنى تمت معينتها وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظين وجههم بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الازمات بكل حزمة وعدم التهاون مع اي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وقال شعراوي انه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الادارة المحلية وذلك ابتداء من يوم السبت القادم حتى الساعة العاشرة مساء يوميا وشدد وزير التنمية المحلية على انه في حال فبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشآة واوضح شعراوي انه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشآة كحد اقصى الى حين اشعار اخر مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعية وشدد شعراوي على ضرورة حظر اقامة الحفلات والمناسبات الخاصة او اي نشاط يتعلق بتجمعات وشدد شعراوي على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم اعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الاسكندرية للدفع الاولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد ل1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وصرح وزير النقل ان العربات التي وصلت الى ميناء الاسكندرية درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية لافتا الى ان هناك عشر عربات اخرى جديدة للركاب تمثل الجزء الثاني من الدفعة الاولى تم شحنها من ميناء سان بوترسبورغ بروسيا وستصل خلال الاسبوع الاول من الشهر القادم قال رئيس مجلسي النواب الليبي عقل صالح ان الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب او الشرق او الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف اطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الامن القومي الليبي اوجه رئيس مجلس النواب الليبي التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا ان مواقفه الدعم للشعب الليبي تاريخية ولن ينسها الليبيون موضحا ان الرئيس السيسي طالب بان يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم اي طرف واضف صالح ان الشعب الليبي يطلب رسميا من نصر التدخل بقوات عسكرية اذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الامن القومي الليبي والامن القومي المصري وذلك سيكون دفاعا شرعيا عن النفس حالى قيام الميليشيات الارهابية والمسلحة بتجاوز الخط الاحمر الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرط او الجفراء